قال زويلي فليلا منديلا حفيظة الزعيمة الافريقية الراحل نينسون منديلا في رسالة وشهر رئيسة الجمهورية عبد المجيد تبون أن اطلاق اسم جده على الملعب الجديد رمز للعلاقات العميقة تلجذور بين جنوب افريقيا والجزائر وقال حفيظة منديلا في رسالتي التي نشرتها رئاسة الجمهورية نشكر الرئيس عبد المجيد تبون رئيسة الجمهورية الجزائرية وحكومة وشعب الجزائر على افتتاح ملعب نينسون منديلا الجديد ونتمنى لهم التوفيق في بطولة الشان 2022 معتبرا ذلك تذكيرا بالاحترام الكبير الذي يحظى به الرئيس نينسون منديلا في الجزائر والقارة الإفريقية وحول العالم وأكد أن منديلا لطلع ما اعتبر الجزائر وطنه الثاني وموطن كل الثوار في القارة الإفريقية وعاد حفيد منديلا إلى تاريخ جده النضالي وعلاقته بالجزائر كما شكر حفيد منديلا الجزائر قادة وشعبا على مساهمتهم في حرية الشعب الجنوب الإفريقية وتضامنهم المستمر في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية ولسيما دعم النضال الفلسطيني وحق تقرير المصير للشعب السحراوي